كثيرا لصالح الفلحة ولكنه ايضا مهتم بتقرب الافكار فيما يتعلق بلغة الصفير البشرية زار جزر الكناري وقال لي حسب اخر النتائج العملية لابحاثنا والنتائج الجينية حول شعب الكوانش السكان القدامة لجزر الكناري مقارنة بالشعب الامازيغية نحن متأكدين بنسبة 90% بانه هناك تدخل في الماضي البشرية فمدام هناك لغة صفير بالجزر الكناري لطالما لدي الرغبة للبحث في جبال الاطلس لكن في عمر مئت سنة لو كنت في الخمسين ياس لذهبت لهذا قال لي انه انا من يجب عليه انذهب الى هناك ترددنا لمرات عدة في سنة 2013 قررت انا وزوجتي انذهب بد ان جزعة جبال الاطلس كانت التحدي الى اكبر حوالي 1000 كم من الشرق الى الغرب وحوالي 500 كم من الجنوب الى الشمال اين سنذهب اخذنا خريطة فبحثنا عن اعلى دوار على مستوى البحر فوجدنا دوار اكبر وهو بالقرب من تنغيب ذهبنا الى هنا وفي الفندق حد اقلنا سألنا مسير الوحدة الفندقي عن ما اذا كان هناك اشخاص يستطيعون التواصل عمر الصفير لسا الوحدة الذين يصفرون لكلابهم لان هذا مجرد اشارات نريد اشخاص يصفرون بالكلمات كما ينتقونها الشاب كان طالبا بالرباء سألنا مسير الوحدة الفندق سألنا مسير الوحدة الفندق لكن جميع الوحدة الفندق ويوجد الوحدة الفندق ويوجد الوحدة الفندق لنفهم اكتر ماذا يعني اسنسيق او السايدر وهل هو لغة ام وسيلة تواصل فقط لجأنا الى الباحثين في الموضوع على غراء فاطمة الزهراء صالح وهي استاذة باحثة بجامعة السلطان موليسليمان ببني ملات بحثت في الامر لزهاء عشر سنوات ولا تزال اسنسيق مرة واحد تختاف شوية بعد مرة يوجد الوحدة الفندق يعني انه نفقده على اسنسيق على حسب المناطق لكن هكه كلمة واحدة يستعملها الامازيخ في جبل اطلس وهي كتعني لغة الصفير وهذه اللغة اللي الديناة يعني كيتواصلوا بها اللي هي معروفة عندهم وشائعة الباحثون يرون ان هناك ترابط بين اسنسي و لغة الصفير بجزر الكناري الذي يطلق عليه سيلبو المتواجد بجزيرة غوميرو مريرو استاذ اللغة الاسبانيا بجامعة لاغونا وضاحث في لغة الصفير بالعالم لغة الصفير لديها اهمية كبرى في انظرية التواصل لانها تسمح لنا بمعرفة اللغة الطبيعية وكيف تعمل هذه اللغة الطبيعية هي في الحقيقة لغة تواصل سهلة وتضم الاساسات الرئيسية لجميع انظمة الصوتية التي تضم كل حركات الحروف الموجودة في كل لغات العالم تضم الاساسات الرئيسية لغة الصفير لغة الصفير ودرت معهم بعد التمارين لانه خصنا نكونوا بعد الاحيان كنواليوا ببيداغوجي كنوالي ببيداغوجي ونفك كل الاشياء باش من بعد نعبدوا نفهموها فكانوا ديزيكزيارسيس اللي درنت واحد مصفرين سواء في تيلوكيت ولا في جبعة ديرفوم العنصر اليها تبع لإقليم بني ملال حتى تيلوكيت تبع لإقليم أزيلان وفوم العنصر تبع لإقليم بني ملال يعني ديزيكزيارسيس مثلا انكت بعتها ارخم واحتبات شعري وحتحتها همه أجنبية وموصراحة الثاني هذو الشباب اللي كانوا در مجلسي التقسيس هم القارين يعني كعرفوا القرى وكعرفوا القرى وكعرفوا القرى كالقرى فرمسية وكالقرى معربية وبالتالي كان في جمع فلسيه بطر انتقلت عاو وحفظوا الى صفير يعني في اخر المطاف تخرج واحد القراصة الولية ان عندك واحد تقنية تستعملها وماذاك تقنية انفو تكون عندك وممكن تتصفر بها سواء الكلام العادي اليومي اللي كتتتواصل به مع العائلة ديالك او الشيران ولا تقدر تقول به ابيات شارية ولا ممكن تقول به ممكن حتى تتصفر به لغة اجنبية اذا كان الامر كذلك فهل يمكن اعتبار اسنسي او سلبو لغة تواصلها او وسيلة تواصل لا تعتبر اللغة لا تعتبر اللغة انها نظام تعبير بديل للغة لا انها ليست لغة يمكن اعتبرها لغة ثانوية وما تقوم به هو تقليد النظام الصوتي للغة المنطوقة بمنحها نطاقا تواصليا اكبر ويمكن ان تصل ابعد مما تستطيع اللغة المنطوقة ان تصل اليه لان هذه الاخيرة لا تتجاوز ثلاثمائة متر بينما لغة الصفير يمكن ان تتجاوز ذلك بطبيعة الحال اخذن بعين الاعتبار الظروف الجغرافية والمناخية لكن في المجمل يمكن ان تصل الى ما بين الفين و الفين و خمسمائة متر بوسيقى بعين تكنية التواصل عبر الصفير كانت تكون عبارة عن اشارات فقط لانجل من تجد شخص اخر مثلا ويمكن انه تفرره ومن انتابه يباره عندك ومن اشيرك بالتكن سواء باش يشربوه الماء ولا باش يحسوا الملحة ولا باش يخرجوه ولا باش يدخلوه ولا كده يعني كان واحد الشكل هي الصفير اللي كي يداله اللي كي يعني هاد ولكن هي كدلك هي مشي لغة اللي مولغ ديبين هلاش اللي مملك اسنسق عندو واحد الطريقة اللي هي مولفردة اللي هو انو هو كيرتركز على اولين على اللغة المتكلمة او منطوقة يعني يعني اللغة اللي كنتكلموها هي كتتحول الى نوع من الصفير كل كلمة او كل جملة كتتقسم على ذي فونم وكل فونم كتتعوض بالصفير هدا وول المفهوم يعني اللي كنتكلموها هي لغة صفير يعني احنا كنتكلموها لغة فعلية اللي كتتحول نوع من الصفير فهده هدا وول الفرق اللي يخصو يكون ويعني مكنوا واعين باش بانخلطوش ما بين الصفير اللي يشد لجلب انتباه او الصفير اللي مع الحيوانات ولغة الصفير اللي كي يتواصلوا بها الاشخاص اللي سكنين في الجبال جبال اطلس المعروف الى اليوم هو ان اسنسي او التواصل عن طريق الصفير يتواجد في تركيا واليونان وجزور الكناري واندطر في بعض الاماكن في فرنسا جزور الكناري خاصة جزيرة جوميرو التي سميت عليه لغة الصفير في هذه الجزيرة سيلبو جوميرو وقدموا كثيرا في تعليم ابنائهم هذه الوسيدة حيث اصبحت مادة اساسية المنهج التعليمي بالمستويات الابتدائية بجانب اللغة الاسبانية وبهدف الاطلاع على مصاري ادماج مادة لغة الصفير في المدرسة بجزيرة جوميرو التقينا بخوليو ترياس عمل استاذا لمادة لغة الصفير لمدة 11 عام ادماج سيلبو جوميرو في المدرسة كان عملا شاقا واخذ وقتا طويلا بدأ العمل بامشطة لمنهجية بعدها اصبحت جبارية في المدارس كان من الضروري وضع برنامج لها وقد تكلف لساتذة الجامعيون بذلك بمعاية الباحثين وخبراء في التعليم الى جانب اوليائهم والتلاميين لغة الصفير بدأت بشكل تدريجي فصف لها نصف ساعة في الأسبوع لماذا؟ لن القانون يحدم علينا ادخالها على اساس مادة لكن لم يكن بامكاننا ذلك ان الامر يتطلب تنجيد استعمال الزمن المدرسي وهذا يمكن ان لا يقبل لهذا قررنا ادماجها على اساس لغة مع مادة اللغات الاسبانية والاداب لذلك اكتفينا بنصف ساعة من اسبوع على طول السنة انه نطال طويل وبالنسبة لي فذلك امر مهم لانه شكل تجربة رائعة لانني كنت حاضرا منذ البداية كنت ما زلت عمل عندما تم تسجيل سيلو كتراث عالمي ماتي للانسانية كما كان الامر رائعا لان لباء والتلاميذ كان مهتمين كثيرا بلغة صفير بفضل ادماجها في التعليم استطعت هذه اللغة الصمود فلو لم تكن تدرس الاختفات اليوم لانه لا حاجة لها رغم كوني لست من قاطنية الجبال لكنني كنت استعملها وفي الحاجة اليها لكن الان وصلت الى المستوى الاكاديمي وانا سعيد كثيرا بهذا العمل فقد كان الامر رائعا جدا وانا سألنا استفانيا ظنيوس ميندوزا وهي رئيسة الجمعية تقفية لسيل بوغوميرو واستاذة لغة الصفير تعلمته بنفسها في المدرسة تأسست الجمعية مؤخرا صحيح ان سيل بوغوميرو كان موجودا منذ سنوات نقلت العائلات فيما بينها لكن اليوم تطور الامر ابناؤهم يذهبون الى المدرسة ليتعلمه وهناك خبراء مهتمون بالموضوع واساتذة ومجتمع بكامله مهتم به نحن متحدون لبلوغ هذا النجاح اجيال تورثت هذا الارث الذي لا يعتبر ارثا لجزيرة جوميرو فحسب او جزر الكناري لكنه ارث عالمي اعتقد انه مهم ايضا لجمعيتنا القدوم الى المغرب للقاء المهتمين بهذه اللغة واهتمام الباحثين في الجامعة امر مهم الى جانبي الحفاظ عليه وادماجه في المدارس والجامعات ممارس اسنسي ايضا يسعر الى حمايته كارت لا مدي مغربي وبهذا الغرض تأسست جمعية لغة الصفير بالاطلس يترأسها ابراهيم عمراوي تردنا جمعية على لغة الصفير بالاطلس باش تدهو الناس باوذان يعطوها الناس وماكر هناش نديروا يعاونوا من الناس بكاملين نديروا مثلا شي شي مدرسة ولا شي تعاونونا في المقار مثلا يتعاونونا في المدرسة لاحقاش تلك شراش تنافة تدهو الغريش تشتناف المعلم والدراري والصفار السمية ديالو رحلة تسجيل أسنسي في لائحة التراث العالمي اللامربي لليونسفو بدأت مراحلها الأولى منذ سنة وفي حاجة إلى مزيد من الوقت محمد شكري المحافظ الجهوي للتراث الثافية بجهة بني ملال خنيفرة التواصل بالصفير أو لغة الصفير فهي من التراث المغربي ومن التراث الأمازيغي بالضبط اللي هي كتواجد في مراطق متعددة بإقليمة بني ملال وزيلال وهي واحدة اللغة اللي منتشرها في العالم ومن صنافات ورات عالمي والمغرب بفضل مجهودة دير وزارة التقافة وخصيصاً المديرية والمحافظة الجهوية للتراث الثقافي كنشتغلوا على الانضمام لهذا الاعتراف العالمي بهذا التراث تسجيل عادة كيمر من جوج دير المراحل المراحل اللي هي كتكون على الصعيد الوطني هاد المرحلة اللي كتمن فيها إنجاز دراسة علمية كيتكلف بها قصة الباحث وكيكون تعوضات ديرهم طرف بزارة التقافة فأنه إنجاز واحد من بعد علمي بمواصفات اللي هي علمية دقيقة والجزء الثاني هو التصوير في الميدان يعني بدون باش ما تدخلت مسائل تمتيلية أو تمويه أو المني كتصور التواصل بالصفير في مجاله الطبيعي وباليواطه الطبيعية هاد التصوير موديو فيزيول كي ينضاف له الكتاب وكتكلف وزارة التقافة باش تقدموا اليونيسكو وحنا عنا ظهر لأنه ديجا مسجل كتورات عالمي في الدول بحال اليونان بحال الجزر القناري بحال توركية وحنا قد نضم يتم الاعتراف بالمغريب كواحد من كدولة حاملة لهذا التقافة أو لهذا العنصر التقافي والتوراطي في التقافتها الديناسانة هذه ولكن رأى كتخد الوقت لأنه علاش لأنه ما زال ما كلمش العناصر مكتملة يعني ما زال البحث جاري بتوازي مع إعداد الملف يعني اخسنا نجمعوا واحد كم معرفي كبير لقدماه الانجليش تقدم ميلف خواه يعني ستقدموا على ميلف اللي هو أرسام وفيه المعطايات العلمية دقيقة إلى جانب تسجيل السفيرة وسينسي في لائحة التراث العالمي اللامادي يطمح الباحثون إلى إنشاء مركز للدراسة لتعمق البحث في هذا الموضوع فرغم الغزو التكنولوجي حاصل حاليا لا يزال أسينسي وسينة تواصل بين القاتنين في المناطق الجبالية سيما الرعاة وليسوا مستعدين عن التخلي عنها إلى اليوم تحريات ضوائر وقضايا راهمة تحت المجال تحريات تحريات الاقتراح ترجمة نانسي قبل Nos quedamos con el último madrigal de nuestro recorrido y escucharemos la obra de Paul Millard, compositor galés que ha dedicado al coro la gran mayoría de su producción. Sobre poemas que hacen referencia a la rosa como símbolo del amor, Millard construye un pequeño ciclo de cuatro madrigales titulado Now Slips the Crimson Petal, Ahora Duerme el Pétalo Carnesí. En el primero de ellos, que da nombre al ciclo, los versos de Alfred Tennyson enlazan el cierre de las flores al anochecer con el encuentro amoroso de los amantes. Y son tratados por himnos a través de ricas armonías diatónicas y explorando los sonidos más graves del coro, obteniendo luminosas y vibrantes armonías. Yo me despido. Ha sido un placer que me hagas dejar meter un recorrido a tu casa y dos cascos en tu coche. Nosotros somos el guerrero donde mi ruido sonido ha estado solo en el cárcel. Gracias por acompañarnos. Escuchamos. 95.7 95.7 con empate entre Alcorcón y Amorevieta un punto que le sabe mucho mejor al conjunto vasco que jugó media hora con uno menos por expulsión de Unai Bustinza los goles en la primera parte Jacobo adelantado al Alcorcón empató Jauregui para el Amorevieta Alcorcón 1, Amorevieta 1 como ya han jugado todos los de la zona salvo el Villarreal B que no le puede alcanzar el Alcorcón sale del descenso en el que le metió ayer el puntito del Alba tiene 34 puntos es quinto por la cual y el que marca la salvación está un punto por encima del Alba dos por encima de la Torra tres por encima de la Amorevieta que se queda penúltimo con 31 pero tiene que jugar todavía el Villarreal B que tiene 30 Vigo achicando balones el rayo el Celta colgándolos viene Renato Tapia campo propio cruza la divisoria va a invertir el juego al costado azul para Carlos Demérez que va a poner el centro la frontal de la vía espera Diego Aspas Diego la toca Larguero que remate de Carlos Pérez al Larguero brutal el pase de Aspas Carlos Pérez al Larguero final final del partido Celta 0 rayo 0 y la imagen varios jugadores del rayo entre ellos Dimitres que tirados por el suelo prácticamente no se creen haber salvado finalmente el empate caras de decepción los jugadores del Celta anima eso sí varaídos por el esfuerzo de su equipo con el empate se van a quedar el Celta donde estaba y el rayo también Celta decimos séptimo 28 puntos tres por encima del Cádiz tres por encima del descenso próximo partido Betis Celta que es difícil pero el Cádiz recibe al Barça que es más difícil el rayo decimos sexto quinto por la cola 30 puntos son dos puntos más que el Celta lo que le importa cinco por encima del descenso cinco por encima del Cádiz el rayo la próxima jornada después del fin de semana de la copa rayo vallecano Getafe 0-0 en Vigo como fue en Vallecas o sea cuando se cuentan estos dos equipos se pipsa el gol de todas maneras para mi teoría de que vuelven un poco atontados de los parones en mitad de la temporada o sea uno ha marcado tres goles en esta jornada tres goles es verdad que es que el Almería que era alcoholista y es empezó a jugar ya con el 0-2 o sea regaló dos goles así nada más entrar pero bueno o sea una sí ha marcado tres goles han marcado un gol tres equipos el Cádiz el Sevilla y el Barça se han quedado sin marcar el Granada el Getafe el Almería el Valencia el Mallorca las Palmas el Celta y el Rayo tienen todos tiesos de gol o sea es como si se les hubiera olvidado jugar en cuanto paran de competir un fin de semana oye el Rayo se está abrazando y muy feliz ahí conmigo está tan contento está aquí Pedrito Martín que ha llegado y le han puesto la repetición de el penalti digo si me convencéis digo una cosa o la otra porque es que me deja mucho de la jugada claro es un tío que va a rematar un balón de gol y le rozan un poquito y evita que dé al balón para mí lo evita sin querer o sea en un movimiento natural del Pacha entonces yo así de primeras no lo pitaría pero Pedro yo tampoco he visto la jugada y están los dos luchando por la pelota le roza un poco el Pacha a Aspas sí evidentemente pero yo creo que es una jugada normal que no pitaría pero evidentemente no la revisaría bueno pues ya está para Cañete sí para Guille no estoy con vosotros pero tengo la duda esa arbitral de si un jugador echa la pierna para atrás y se encuentra con una pierna de un defensa puesta si se encuentra no otra cosa es que el defensa pongo la pierna para que no lo haga que no es el caso del Pacha pero es que para Cañete sí para mí sí para mí la acción defensiva es extraordinaria pero para mí lo haremos pero a mí sí mi pino claro efectivamente lo hace extraordinariamente bien el Pacha Espino es la manera de evitar el gol de todas maneras el mejuje de la cuestión es darle un gol al Tenta incomprensible por un empujín que no incide en la jugada cuando estamos agarrones y empujones que sí inciden en jugadas de remate y de gol que ni se miran abajo ni se miran arriba o sea ahí es donde al Tenta además es que es un doble error porque es pitar la falta que hay que pitarla luego pitar antes de tiempo porque si tú te esperas un poquito luego tienes a lo mejor la oportunidad de avisarme de llevar si pitas antes de tiempo se acabó no, no, es la verdad ha parecido ganar el Celta los números están muy igualados pero dos tiros al palo un gol anulado injustamente imposible penalti los números son tienes a puerta dos, dos tiros fuera seis, seis todo muy igualado llega a la sala 16, 13 tres más del Celta faltas 12, 15 tres más del Rayo de las 15 faltas del Rayo siete han sido a Yago Aspas corres 3-2 uno más del Celta y el balón del Celta 60% los mejores Germán me voy a quedar en el Rayo con Ratio me parece que ya jugó francamente bien en el Celta Álvaro aquí no hay duda el príncipe de las bateas Yago Aspas el árbitro que le vas a poner a Hernández de Hernández bueno es una jugada muy importante no solamente en el partido sino en todo el tema de la lucha por la salvación y un error yo creo que grosero un tres y recuerdo que este árbitro ya tuvo un lío muy gordo en Balaidos en aquel Celta Sevilla si lo ha recordado antes incluso Aspas llegó a tirar la pantalla del VAR por el partido de Comperdo así que pues eso cosas que pasan o sea cosas que pasan es que el CTA es un cachondo y dirá ¿dónde le pongo que moleste? esto espérate en el tema de las designaciones al final los equipos grandes son mucho mejor tratados con el segundo es decir un árbitro que tiene un error muy grave con el Madrid y con el Barcelona tardan meses meses en ponerlo y después de ese de ese duro que tuvo Hernández de Hernández con el Celta es la segunda vez que le pinta porque ya le pintó en el Getafe Celta que por cierto perdió el Celta también joder se parece que no va a ver el mensaje mensaje Sevilla no están contentos en vivo con el árbitro hemos cambiado de entrenador pero nos tengan igual al que nos tangaban con Benítez el high behind está que lo rompe hoy lo mismo es que no ha cambiado la hora esta noche iba con Jetlag si yo fuese la presidenta del Celta iba hablando ya con Real Madrid Televisión para el tema de los vídeos para ir poniéndose con ello aunque lo hayan anulado cuando Paco ha dicho que iba a marcar el rayo pues estaba claro que por lo civil o por lo criminal marcaba el Celta había un oyente desconcertado con las gaviotas parece el loro parque de Terenice va a marcar una gaviota de chilena en el 95 decía han estado hablando varios de eso en vivo nos dice el oyente que está la típica familia que viene de fuera que le hace gracia de tenerle unas miguitas a la gaviota y a los 20 segundos invasión de 20 gaviotas encima de las toallas peleando entre ellas y abriendo la bolsa de comida y nos dice el último sobre los pájaros también en mi pueblo fijaos hace frío que me he encontrado esta mañana al grajo pidiendo un descafeinado de maquina el balón pega en una gaviota y entra el gol volando no, no el balazo se para el partido a partir de ahí en un elemento móvil no, no no, no cualquier cosa imagínate te acuerdas a que el gol que... a la que dice hasta en nuestras podían cogernos a la contra pero bueno es a lo que jugamos nos... o sea con nuestra proposición es a lo que nos atenemos pero bueno yo prefiero tener el balón jugar en campo rival tener ocasiones como no las hemos metido como esta última pero bueno hay que seguir llevamos con el nuevo mister 4 de 6 3 por encima del descenso y tenemos que ser positivos bueno el protagonista de esa jugada pedías penalti sobre ti en esta acción que ahora estabas explicando aquí cuéntanos como ha sido que os ha dicho el árbitro que ha pasado en esa jugada pues bueno yo la verdad en el momento pensé que era claro porque yo es el momento que voy a tirar me da un contacto y no le puedo dar a la pelota al facha dice que él mete el pie delante y que yo le doy a él pero bueno tendría que verla en la televisión para poder observar yo en el momento no veo quien tengo detrás voy a tirar no tu contacto en el pie y le doy al suelo pues la verdad que me ha pillado bastante lejos según dijo Alejandro que había sido falta de Larsen pero la verdad que no lo he podido ver en directo quizá muy precipitado el equipo es verdad que Hernández de Hernández y vas a decir perdona Pedro el gol de la gaviota no que si hay un elemento extraño en el campo no se puede continuar os acordáis de aquel gol que metió la reina en la Premier un globo evidentemente fue un error descantaloso del árbitro que concedió el gol a pesar del golpe el varón en el globo y ya aprovecho para decir que el Rayo que es un equipo que habitualmente no es un gran defensor por primera vez en su historia deja su portería a cero en 11 partidos de primera división con Dimitrescu mirale tú deporte vale oye que echamos el cierre gracias Guille y gracias Andy te escuchamos por la noche en el tertulión hasta luego para los dos son más 4 y 5 hacemos rápidamente la ronda con 5 de retraso y nos vamos al Gironabetis la ronda informativa en tiempo de juego la ronda habla de tiempo de juego la de los millones del cupón extra del día de la madre de la ONCE que son 17 millones de euros el próximo día 5 de mayo el cupón extra del día de la madre de la ONCE cómpralo cómpralo fútbol primera división finalizado el Celta 0 rayo 0 nos encaminamos en 10 minutos empieza al Gironabetis a las 6 y media a la vez Real Sociedad 9 de la noche el Real Madrid Athletic Day Law en segunda ha terminado también con empate el Alcorcón 1 a Morevieta 1 en 10 minutos Ración de Ferrol Elche por intentar subir y Real Zaragoza Tenerife y a las 6 y media Real Oviedo Villarreal B Fútbol Internacional a las 5 y media de la gran cita City Arsenal el tercero en discordia es el Liverpool ¿cómo va el Liverpool? está empatando llevamos un minuto de la segunda mitad en Anfield pero ha empezado este segundo tiempo el Liverpool como acabó la primera parte es decir atacando 46 de partido Liverpool 1 Brighton 1 en primera generación empezará el partido del Málaga que de los de arriba es el único que tiene que jugar esta tarde Málaga Linares en la Rosaleda y en baloncesto recuerdo esta mañana dos partidos perdió el Real Madrid el líder en casa con el Manresa 7283 y ganó el Gran Canaria por 8 al Valencia Vásquez 7971 tienes que comprarlo el cupón extra del día de la madre de la 11 que ya está a la venta que es el próximo 5 de mayo y puedes ganar 17 millones de euros 17 millones de euros con el cupón extra del día de la madre de la 11 cargadizo de millones escuchas tiempo de juego en COPE el número uno del deporte COPE Campo de Gibraltar 94.7 FM buscas una clínica dental multidisciplinar con instalaciones de primer nivel en Viñas más Sánchez Dentistas contamos con los mejores profesionales equipos y tecnologías más innovadoras y seguras para ofrecer a toda la familia niños, adultos y mayores tratamientos más cómodos rápidos y menos invasivos quién mejor para cuidar de tu salud bucodental confía en clínica dental Viñas más Sánchez estamos en la ermita residencial Alborán Algeciras y en nuestra web vinasansanshe.com en la puta calle pide por esa boca elige si quieres que te atienda un camarero en tu mesa o si prefieres pedir por nuestra app y llevarte un 10% de descuento qué te apetece pizzas cachofos tacos y croquetas aquí mandas tú así que pide por esa boca la puta calle en Plaza Andalucía todo lo que necesitas en suministros de oficina papelería y material escolar lo tenemos en Algetoner contamos con una gran exposición de muebles de oficina en nuestras instalaciones de palmones podemos visitar sin compromiso su negocio y mostrarle nuestro catálogo programe una visita llamando al 956-091-999 Algetoner está en el centro de Algetinas en el centro de la línea y en el polígono industrial de palmones detrás del héroe Merlin conviértete en un explorador y descubre los secretos de Selvo Aventura este poder 40 hectáreas con cientos de animales fuentes colgantes tirolina safari y un hotel salvaje vive un mar de aventuras en Selvo Marina el único delfinario y pingüinario de Andalucía y divisa la costa del sol a vista de pájaro desde el teleférico de Benalmádera escucha Scope disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es cdp hondame fm y en tu móvil y tú ¿qué piensas? escríbenos en twitter en arroba tjcopen en facebook.com barra tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al 677 580461 ahora en Carglass por la reparación o sustitución de tu parabrisas te llevo gratis una caja de herramientas casals y te arreglamos el día Carglass cambia Carglass repara pirecita en Carglass punto es promoción válida hasta el 27 de abril consulta bases y condiciones en Carglass punto es Tinto de verano Don Simón bebe este el verano que calor Tinto de verano Don Simón cero cero sin alcohol cero cero sin alcohol Tinto de verano sin alcohol Don Simón hola es García jugador del Girona y os invito a seguir la liga por tiempo de juego de la cadena copia hola ser Ferman Pesela escuchar los partidos del Betis en tiempo de juego con Paco Pepe así que no estamos en las opciones de audio el programa con la imagen de la aplicación de tipo para el teléfono móvil estoy viendo imágenes de montilivi es un día precioso para estar tumbado en el sofá con una banda esa poca visibilidad que provoca la lluvia permanente que no sabes si es la nube baja que se está acabando es de un asqueroso maravilloso este es el que lleve una semana antera lloviendo en españa que se está acabando el vestuario del tirón y y y y y y y y y اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة